مناضلي ومناضلة الحرام إن الحكومة اللي كانت شرف برئاسة ديالها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي في الملكة حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياسة ديالها والبرامج ديالها وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا لكتهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر دعم السكان الزيادة في الأجور ديال فئات عارضة من شغيلة في إطار جوالات الحوار الاجتماعي القطاعي أو رفع من الحد الأدنى ديال السميق أو ديال السماك ديال الفلاحة وهذه كله تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية كان التزامها منذ البداية تكريس أسس الدولة الاجتماعية في شمولتها